شكرا كاترين مشاهدينا سنبدأ الجولة اليوم مع بعض المعلومات الجديدة حول موضوع ماجد الماجد واخترت لكم من صحيفة الديار هذه المعلومات توفرت معلومات لدى الأجهزة الأمنية عن مبايعة أمير جديد لكتائب عبدالله عزام خلفا للماجد مرجحة أن يحصل ذلك من خلال عملية ما أو من خلال تسجيل صوتي أو شريط فيديو وفي هذا المجال أشارت شخصية على علاقة بتيار سلفي لبناني إلى أن أحمد الأسير قد يكون أحد المرشحين الجدد أو الجديين نظرا للعلاقة التي تربطه بالجولاني والبغدادي مريدة في هذا السياق التسجيل الصوتي الأخير له كتمهيد وتضيف المعلومات أن الماجد دخل المستشفى باسم محمد طالب وبموجب جواز سفر صحيح ودفع سلفة لصندوق مستشفى المقاصد مقدارها خمسة ألاف دولار وبعد أربعة أيام من العلاجات المكثفة أبلغ الأطباء أحد الأشخاص المرافقين له أنه في وضع ميؤوس منه تماما فقرر المغادرة لينضي ما تبقى له من أيام بين أصحابه وسدد ما بقي عليه من حساب للمستشفى مقداره عشرة ألاف دولار نبقى مع موضوع ماجد الماجد وهذه المرة من صحيفة الأخبار شكوك تحيط بالكشف الطبي على الجثة بقلم الزميل محمد نزال تلفت المصادر إلى أن الطبيب الذي كشف على جثة الماجد سجل في حقه قبل نحو سنة خطأ طبي جسيم فبعد كشفه على جثة نزيل سجن رومي غسان القندقلي ذكر في تقريره أن الوفاة طبيعية ولا توجد أثار تعذيب لكن وبعد الجلبة التي أثرتها تلك القضية أعيد الكشف على جثة القندقلي من قبل أكثر من طبيب ليخلصوا إلى أن السجين قتل خنقا ووجدت على جثته كدمات وأثار تعذيب ومن قتلههم سجناء من فتح الإسلام وقد أوضح النائب لدى محكمة تمييز القاضي سمير حمود اللي داعي لتشريح جثة الماجد طالما أن كل شيء واضح بحسب التقرير الطبي فلو طلبت عائلته ذلك أو كانت هناك حاجة حقيقية عندها لكل حادث حديث وأضاف تقرير الطب الشرعي الذي وضع بعد إجراء الفحوص والصور أفاد عن وجود التهابات حادة في الرئتين قصور في عمل الكلا تدني نسبة البلاكات في الدم هبوط في ضغط الدم وكل ذلك أدى في النهاية إلى الوفاة وفي سياق آخر أوضح القاضي حمود أن الجيش لم يتمكن من التحقيق مع الماجد إطلاقا فهو كان في حالة غيبوبة منذ البداية وبالتالي لم يستجوب وكل ما قيل في بعض التسريبات الصحفية غير صحيح وعموما نحن لدينا ثقة بأجهزتنا الأمنية ولا نقبل أي تشكيك فيها ننتقل إلى الجمهورية ومن صحيفة الجمهورية اخترت لكم خبرين اليوم الخبر الأول يتحاشى سفراء الدول الكبرى والدول الأوروبية والعربية منذ الجمعة الفائت التنقل في لبنان واعتذروا عن عدم تلبية دعوات كانوا التزموا حضورها وقالت مصادر مطلعة إن وراء التدبير الأمريكي الجديد معلومات لدى واشنطن بأن مسلسل الإرهاب في لبنان متواصل وأن القاعدة وأخواتها بدأت تتحرك على خلفية اعتبار لبنان ساحة جهاد تتكسف الاتصالات لكي يعرج البابا فرانسيس إلى لبنان في زيارة خاطفة خلال زيارته المرتقبة للأراضي المقدسة والتي أعلن أمس أنها ستكون من 24 إلى 26 أيار وأوضحت المعلومات أن الاتصالات الأولية أظهرت أن البابا مستعد لإتمام هذه الزيارة لكن المراقبين يسألون هل سيكون للبنان رئيس جديد في حينه علما أن ولاية سليمان تنتهي في 25 أيار إلى النهار وجديد الحكومة التي تصدرت صيغتها المطروحة كل الصحف اللبنانية 888 هو العنوان الأبرز اليوم قالت مصادر متابعة لحركة الاتصالات أن صيغة 996 سقطت لتتقدم من جديد صيغة 888 لأنها الأوفر حظا بالتوافق وأفادت أوساط حزب الله وحركة أمل أن حركة الاتصالات تتسم بالإيجابية بين كل الأطراف وأن النقاش لا يزال مفتوحا وإيجابيا وثمت إرادة جدية للبحث عن مخارج وتقول المصادر للنهار أن الاتصالات تتركز على سحب خيار حكومة الأمر الواقع وقيام حكومة جامعة لا تستثني أحدا وعلم أن جنبلاط طلب من سلام إمهاله بضعة أيام بعدما لمس لدى الرئيس المكلف عزما على عدم التأخر في أعلان حكومته وقد وافق السلام مفتحا في المجال لمزيد من المشاورات ننتقل إلى صحيفة المستقبل ودائما مع موضوع الحكومة أشارت مصادر مواكبة للاتصالات بشأن تأليف الحكومة إلى أن محاولة الوصول إلى حل في الموضوع الحكومي صعبة لافتة إلى أن معظم الصياغ التوافقية جربت على مدى تسعة أشهر ولم تنصل إلى نتيجة والآن إذا لم تثمر المحاولات المشكورة التي يبدلها جنبلاط فأن الأمور ستحسم وأكدت المصادر أن المطروح حكومة حيادية مؤلفة من كفاءات وطنية لا غبار عليها ولا تستفز أحدا وأن لا صحة للتهويل القائل بأن هذه التشكيلة تستهدف حزب الله وأشارت إلى معطيين يؤكدان كلامها الأول هو أن لا قرار بعزل حزب الله والثاني هو أن لا أحد في لبنان يقدر على عزل قوة ومن المستقبل ننتقل الآن إلى صحيفة السفير وإلى خبر تصدر الصفحة الأولى في السفير اليوم قال مصدر واسع لاطلاع أن المفاوضات بشأن ملف راهبات معلولة بلغت نقطة متقدمة ونحن نقترب من نقطة شبيهة بالنقطة التي بلغتها معادلة صفقة أعزاز ما يعني أن الأمور وضعت على السكة الصحيحة وثم تأخذ ورد ورفض المصدر الخوض في المواعيد مكتفيا بالإشارة إلى أن الأجواء إيجابية وواقعية وقال المصدر أن ملف راهبات معلولة منفصل عن ملف المطرانين المخطوفين لكنه استدرك بالقول أن الاتصالات التي يجريها اللواء إبراهيم للإفراج عن الراهبات بالتنسيق مع السلطات السورية والقطرية والتركية قد تفتح نافذة يمكن الاستفادة منها لإماطة اللسام عن قضية المطرانين وإلى صحيفة الحياة وافتتاحية الأستاذ غسان شربل تحت عنوان رسالة شكر إلى داعش خلطت الإطلالات المدوية لداعش الأوراق ليس غريبا أن يشعر أركان الحكومة العراقية العتيدة أن داعش هدية جاءت في الوقت المناسب وفرت للمالك فرصة خوض حرب جديدة قد تؤدي إلى ترميم موقعه بعدما تصدع نسبيا داخل طائفته أغلب الظن أن أركان النظام السوري يعتبرونها هدية سمينة تستحق رسالة شكر على إنجازاتها خصوصا بعدما ولغت في دمي الجيش الحر وكتائب أخرى الممارسات الداعشية الفضة المتتالية تتيح لطهران أن تخير الشيطان الأكبر بين تقبل فكرة استمرار النظام السوري الحالي أو مواجهة سورية انتحارية تعيش في ظل داعش وأشباهها داعش قد تتلقى رسالة شكر من باراك أوباما فقد أعطته العذر لغسل يديه من الملف السوري ومن يدري فقد تتلقى داعش رسالة شكر من سرغي لافروف لأن إطلالتها تدعم محاولته لجعل مكافحة الإرهاب البند الأول على طاولة جناد اثنين أما أخطر ما في إطلال الداعش أنها كشفت بؤسنا الثقافي والسياسي وثراء أبار الكراهية في تربتنا الخصبة كشفت عقم كتبنا وجامعاتنا وأحزابنا وأختم الجولة مع صحيفة ساندي أكسبرس وهذا الخبر الآتي من بريطانيا ملكة بريطانيا إليزابت الثانية مستاءة من لحية حفيدها الأمير هاري وأصدرت له أمرا في العام الجديد بأنها تكرهها بشدة وتتوقع منه أن يزيلها عاجلا وليس آجلا وبحسب بصادر مطلعة فأن هاري وعد بالانصياع لأوامر جدته لكنه لن يحلق لحيته قبل أن تراها صديقته وكان هاري قد أطلق لحيته الشهر الماضي خلال مشاركته في رحلة إلى القطب الجنوبي مع جنود بريطانيين جرحى معتبرا للحى تقليدا ملكيا بهذا الخبر البريطاني الملكي أختم الجولة وأعود إلى كاترين